كم أحبت الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الكورس المهم جدا في ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين درسنا اليوم هو مراجعة عشر كلمات من هذا الكورس مع أمثلة وبالنهاي راح نجري اختبار مهم جدا لذا ركز معي جيدا من الآن كل هذا هدفنا في عشر دقائق راح نحاول نحفظ خمسة وتسعين بالمئة من الكلمات الإنجليزية اللي اتمر علينا الآن الطريقة هي أنه تابعنا بالأول تحفظ جميع الكلمات وتراجع حدا كنت جاهدت الدروس سابقا وثم تجيب على الأسئلة عدنا عشر أسئلة في نهاية هذه الحلقة أما الآن اضغط على اشتراك في القناة فعل زر الجرس واضغط أعجاب وكومنت وشير لجميع الزقائق فعلنا نضال كثير من الوقت والجهد في إنتاج هذه الدروس لذا أرجو منك مشاركة هذا الدرس لجميع الزقائق والكثير من الناس في أمثل حاجة لهذا الدرس إذن كلمة الأولى عندنا better 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 أفضل أحسن better better مثال على كلمة better أنا أشعر أفضل بتحسن كبير الآن كلمة ثانية between بين فيما بين أو في وسط between المثال على كلمة between that is the only difference between them that is the only difference between them هذا هو الفرق الوحيد بينهما that is the only difference between them إذن هذا المثال على كلمة between حاول تكرار جميع العبارات بصوت مرتفع خمس مرات حتى تتقن اللفظ الصحيح واكتبها في كراسك أيضا أهم العبارات والكلمات حتى تتقن الكتابة والمحادثة هذا الشيء سوف يساعدك كثيرا في التحدث في اللغة الإنجليزية الفض بصوت مرتفع اقرأ دائما بصوت مرتفع وعندما تسمع كرر بصوت مرتفع جميع العبارات حتى تحفظها بشكل جيد سوف تسرع عملية المحادثة وإمكانيتك على السيطرة على اللغة الإنجليزية that is the only difference between them نأخذ الكلمة البعضها beyond وراء غير وإلى آخر beyond he drove هو قادة ساقة drive المضارع drove الماضي he drove beyond the border قادة ما وراء الحدود he drove beyond the border قادة خلف الحدود ما وراء الحدود الكلمة اللي بعدها كلمة big كبير ضخم that would be a big help that would be a big help سيكون ذلك مساعدة كبيرة وذا تذكرون مرة تعلن كلمة be فعل be هو كلمة فعل مهم جدا مرة تعلن شرحناه بالتفصيل في ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين بإمكانك مراجعتها وأخذ أمثلة أكثر على هذا الفعل أيضا لأنه مهم جدا باللغة الإنجليزية إذن that would be a big help that would be a big help سيكون ذلك مساعدة كبيرة أقرأ معي that would be a big help ممتاز bit bit قطعة جزء مسحة أو لقمة bit bit can you move over a bit can you move over a bit هل يمكنك التحرق قليلا can you move over a bit اقرأ معي can you move over a bit جيد جدا كلمة ساتساعدنا background background خلفية خلفية الصورة أو خلفية الهاتف أو خلفية التلفزي الحاسبة الإلكترونية background background I saved it as the background on the iPad حفظتها كخلفية على الإيباد I saved it as the background on the iPad كلمة السابعة basic شيء أساسي أو قاعدي basic He has a basic knowledge of Irish He has a basic knowledge of Irish He has a basic knowledge of Irish basis basis قريبة على كلمة basic لكن تختلف بالاس basis بمعنى أساس أو قاعدة أو مبدأ أساس basis what he said had a basis of fact ما قاله كان له أساس من الصحة what he said what he said had a basis of fact والكلمة قبل الأخيرة كلمة body body كلمة مهمة جدا تأتي كثير من المعاني فيها كلمة body جسم أو شخص أو كتلة body مثال على كلمة body عندنا he was working he was working on the body of the car he was working on the body of the car body السيارة جسم السيارة تأتي أيضا على الجسم الإنسان he was working on the body of the car إذن ممتاز حاول أيضا أن تراجع إذا كنت تريد المزيد من الكلمات والأمثلة على هذه الكلمات سوف تجدها في كورس الكلمة إنجليزية في دقيقتين سوف يظهر الرابط بعد قليل في الأعلى بإمكانك الضغط عليه بعد إتمام هذا الدرس ومشاهدة هذا الكورس بالكامل لأن هناك نشرح الكلمات ونعطي أمثلة إضافية على كل كلمة وأهم المرادفات لها إذن الكلمة الأخيرة لدينا لهذا اليوم كلمة board board مجلس طاولة أو مائدة لوحة شبهة أو سبورة board مثال على كلمة board teachers talk and write on the board teachers talk and write on the board اقرأ معين teachers talk and write on the board يتحدث المعلمون ويكتبون على السبورة حان الآن موعد الاختبار ركز معي جيدة من الآن سوف نبدأ بعشر أسئلة نأخذها بالتفصيل جاوب سؤال بعد سؤال تكتب السؤال رقم واحد والإجابة تحته وتضعه في التعليق حتى أمر عليه وراجعة وأيضا يستفاد منها الآخرون في تعلم الكلمات الجديدة إذن السؤال الأول ترجم هذه الجملة للغة العربية من الإنجليزي العربي teachers talk and write on the board ما معنى هذه الجملة سؤال الثاني ترجم هذه الجملة للغة الإنجليزية واستخدم بالترجمة كلمة body كان يعمل على جسم السيارة كيف نقول باللغة الإنجليزية كان يعمل على جسم السيارة استخدم كلمة body في هذه الترجمة سؤال الثالث اكتب معنا هذه الكلمة basis وضعها في جملة سؤال الرابع اقرأ هذه الجملة كيف تقرأ هذه الجملة إذا قرأتها بالطريقة التالية فأنت قرأتها صح وإذا قرأتها غلط كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تفق القراءة الصحيحة ممتاز سؤال الخامس أدنى كلمة beyond ما معنى هذه الكلمة وضعها في جملة سؤال السادس استخدم كلمة background في ترجمة هذه الجملة حفظتها كخلفية على الآيباد استخدم كلمة background في ترجمة هذه الجملة سؤال السابع ما معنى كلمة better ما معنىها اكتب معناها وضعها في جملة أيضا سؤال الثامن ما معنى هذه الجملة أما السؤال قبل الأخير ما معنى هذه الجملة اكتب معنى هذه الجملة إذن والسؤال الأخير سؤال بسيط جدا سؤال عاشر ما هو معنى كلمة bit اكتب معنى كلمة bit ممتاز الآن تممنا عشر كلمات مع المراجعة والشرح والاختبار أتمنى أن تكونوا استفادتم من هذه الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وهو مهم جدا حتى تحصل على الدروس مباشرة حين نشرها ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائكم فإن هدفي في الحياة هو نشر العلم للجميع هذه رسالتي في الحياة أتمنى أن تشاركوني هذه الرسالة لمشاركة هذه المعلومات لأكبر عدد من الناس حتى يستفاد منها الآخر شكرا لكم ولا تنسوني من الصالح دعائكم كنتم معكم في العداد والتقديم أحسين الغالب